عالميا تراجعت الأسهم اليابانية بوتيرة حادة بنهاية التعاملات أولى جلسات الأسبوع ليسجل مؤشر نيكي أكبر خسارة يومية له على الإطلاق في ظل تجنب المستثمرين للمخاطرة إثرى مخاوف تباطئ الاقتصاد الأمريكي وهبط مؤشر نيكي بأكثر من 12% أو ما يعادل 4451 نقطة إلى 31458 نقطة وتعد هذه أعلى خسارة يومية في تاريخه من حيث النقاط وأسوأ من أزمة الاثنين الأسود في أكتوبر 1987 حين فقد المؤشر 3836 نقطة وفقد مؤشر توبيكس الأوسع نطاقا 12% أو ما يعادل 310 نقاط من قيمته لينهي التعاملات عند 2227 نقطة وتعد الأسهم اليابانية منخفضة بأكثر من 20% منذ الذروة التي وصلت إليها الشهر الماضي